بعد يومين من منع طالبات المستوى الثانوي من الدراسة تتخذ حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان إجراءاً مماثلاً مع النساء العاملات أمر للمنظمات غير الحكومية بمنع الموظفات من القدوم إلى العمل وحسب بيان لوزارة الاقتصاد فإن حكومة طالبان أصدرت أمراً لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل إلى إشعار آخر وردت الوزارة سبب القرار إلى عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي الذي تحدده الحكومة ويأتي القرار بعد أيام من إستار حكومة طالبان أمراً للجامعات بمنع الطالبات من الحضور وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان لقد سمعنا أنه من الآن فصاعداً لا يسمح للنساء بالخروج ولا يمكن للمدرسات الحضور إلى المدارس وهذا يجعلني أشعر بالحزن الشديد لأن جميع النساء الأفغانيات اللواتي يشكلنا نصف المجتمع الأفغاني سيكوننا أميات في المستقبل لم أعتقد أبداً أنني كنت أفعل شيئاً خطئاً للتدريس طوال هذه السنوات كنت أعتقد أنني أفعل شيئاً جيداً لا أرى أي دين أو ثقافة تقول إن التعليم خطيئة وعاد عن الرفض الداخلي لقيت إجراءات طالبان في حق الطالبات والنساء العاملات انتقادات دولية واسعة خاصة وأنها تتعارض مع تعهدات الحركة عقب سيطرتها على البلاد في أغسطس من العام الماضي بحفظ حق النساء في التعليم والعمل